لم يلقي فيروس كورونا بظلاله على الحالة الصحية لسكان إيطاليا فحسب بل أيضا على اقتصاد البلاد محلات تجارية فارغة معالم سياحية بدون زائريها ومطاعم ومقاهي شبه خاوية في أهم مدن إيطاليا كميلانو شمالا والتي تعد العاصمة الاقتصادية لهذا البلد الأوروبي ألفريدو صاحب مطعم في أحد أسواق المدينة منذ 34 عاما يقول باستياء لم نشاهد أزمة كهذه منذ حرب الخليج وأحداث 11 سبتمبر حول هذا الفيروس حياتنا إلى جحيم أصبح الإيطاليون خائفين من بعضهم البعض دافيدي تاجر ملابس يعمل في هذا المكان منذ تسعينيات القرن الماضي يبيع قطع أسياء إيطالية ولم يشاهد مثل هذا الركود في حياته بسبب فيروس كورونا الذي أرعب سكان المدينة وسائحها بالرغم من أن ميلانو تعد عاصمة الموضة الإيطالية علينا أن لا نستسلم أمام هذا الفيروس المرعب أفتح مجاري كل يوم وأنا متأكد أن هذا الفيروس سوف يصبح جزءا من ماضينا يقال هنا إذا خرجت من بيتك سوف يفتك بالكورونا وهذا غير صحيح تعد منطقة ميلانو وشمال إيطاليا عصب الاقتصاد الإيطالي إذ تنتج ما يفوق الأربعين بالمئة من الناتج الإجمالي لهذا البلد وإذا استمرت أزمة فيروس كورونا لمايو المقبل فسوف تؤدي إلى خسائر فادحة تقدر ما بين خمسة إلى سبعة مليار يورو ليث بزاري العربية ميلانو إيطاليا